بسم الله الرحمن الرحيم عزائي المشاهدين قبل ما أدخل في الموضوع أمس قراء التعليق كذا يعني سبحان الله قدرا يعني بالصدفة وانا طالع واحد كاتب يمكن يشوفني الآن جزاك الله خير يقول أنت لش تكره هالمواضيع أخوي الفاضل أعداء الأمة هم اللي مركزين على هالمواضيع مواضيع نشر الفساد والدعارة والمرأة 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 ومن هالأمور فمن باب أولى نحن نصد هالأمور فهذه الأمور يوميا قاعد تحدث ومركزين عليها جدا أعداء الأمة نفس اللي سووه في أوروبا وأمريكا عشان كذا أنا مضطر أني أنا أركز على هالأمور فافهمني الله يرضال عليك وأرجو من أستاذ المشاهدين أن يتسع صدرهم لأن أعداء الأمة مركزين على نشر الرذيلة والفساد والبويفرند والقيرفرند والدعارة وتحرر المرأة وتفسخ المرأة وان الأفاضل هذا مش كلامي كلام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لا أخاف عليكم ومبعدي إلا من فتنة النساء لو المرأة اختربت أنت اختربت ولدك اخترب مين يا ربي ولدك مبآنا اللي أربي عيالي زوجتي اللي تربي عيالي أخواني الأفاضل لابد أن نحن نفهم أن المرأة والله التركيز عليها أهم من الرجل ركزوا أخواني الأفاضل وأفهموا ليش أخوكم يركز على هذا الأمور عموما أتمنى رسالة هذه تكون وصلت لبعض الناس اللي يقولون أنت ليش يتكرر خاصة في قضايا الفساد والمرأة والأمور هذه لأن أعدالهم هم من اللي مراكزين الموضوع الخطير والله راح تنصدمون أخواني الأفاضل أنا صار لي فترة قاعد مثل ما يقولون أشوف ليش ظاهرت الفاشنستات طبعا أنا سميهمهم الفاكنستات زايدة سبحان الله ما سميتهم فاكنستات إلا لأنه فعلا اللي في بالي صح الحمد لله رب العالمين ليش ظاهرت الفاشنستات زايدة ليش كل يوم تطلع لنا وحدة وتستعرض جسمها ليش دايما تركيز على الخلفيات والتركيز على المفاتن ليش دايما تطلع تلبس لي روب ونص الصدر طالع ليش 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 طبعا الهدف الأساسي هو تشجيع البنات على التحرر والفساد والدعارة لكن تخيلوا أخواني الأفاضل هناك ركزوا مع أخوكم ركزوا مع أخوكم قبل قبل من الزمان لما كان الواحد يروح مثلا يسافر يروح دولة مشهورة بالدعارة مثل إدبي خلنا نتكلم صراحة يعني ليش نحن مقاعد نزعل ما احترامنا الشديد لشرفاء الإمراض تروح هذه القواد في فندق من الفنادر يجلسوا إياك في السيارة يفتح لك ألبوم تخبرونا الألبوم القبل الصور الصور العادية هذه اللي كنا قبل نصورها وتروح للستوديو يحمض لك إياه يسمونها تحميض ويطلع لك كان في شيء يسمونها نيكتف ما الأول يعني فيفتح لك ألبوم يقولك شرايك فهذه وتبي هذا وتبي هذا وكذا وكذا أواد يعني تطورت العملية تطورت العملية إلى أن ظهرت الموبايلات هذه الحديثة فأصبح القواد يعني يرسل بعض الصور لبعض الرجال الأعمال أو بعض الأغنياء وهذا ويقعد يطلعهم والله أبي هذي وجيب لي هذي وهذه حلوة الآن إيش الطريقة الجديدة اللي يتبعها القوادين ولعلمكم وأنا سويت حلقة من زمان في قوادين شغالين على مستوى عالمي على مستوى عالمي يا ناس والله يعني مبالغ المعلومات اللي وصلتني قواد يقبض في بعض من أجل ليلة 200-300 ألف لو إحنا بنتكلم مثلا يعني إحنا نتكلم بالدولار قواد يأخذ في ليلة 100 ألف دولار لجل أنه يجيب فلانة وعلانة ومين فلانة وعلانة؟ معظم اللي أنتوا تشوفونهم على وسائل التواصل من الفاكنستات الفاشنستات وضي ومي وفي وكي وجوجو وموجو وقطع الأسامي تطلع كل يوم وتركز على الخلفية وشوفوني واليوم جسمي هذه الحركات هي رقم واحد تسويها من أجل أنها تغري بعض الأمراء وبعض الكبارية وبعض رجال الأعمال الأغنياء فرجل الأعمال شي يسوي يطالع في الاسناب في الإنستجرام يتابع وسائل التواصل هذه ويتصل في القواد يا فلان ترى في هذه حجبتني هذه أنا أبيها تبيها طالعمرك حاضر أفشر والقواد يتصل فيها ويحولها ما يعدش في الليلة الأفلانية في اليوم الأفلاني والمبلغ الأفلاني هذه راح تحصين تحصين هذا المبلغ أعرفتوا ليش هل ظهر من تشرق وإن الأفاضل؟ هذه هي الطريقة الحديثة لترويج الجنس والدعارة القوادين ممثل قبل يبسك ألبوم ممثل قبل يطرش لك صورة لا أنت الآن بنفسك تدخل السوشال ميديا وتختار البنت اللي عاجبتك وتتصل ويطرشونها لك أخواني الأفاضل نعم عرفتوا ليش ظاهرت الفكنستات من تشرق أنتوا تفكرون أنا بسألكم سؤال مهما هي سوت من دعايات وحتى اللي قالوا لكم والله غسيل أموال ما غسيل أموال خلكم من الكلام الفاضي خلكم من الكلام الفاضي والله في بعض البنات من وسائل التواصل هذول اللي أنتوا تشوفونهم في ليلة في ليلة تحصل تقريباً خمسين ألف دولار وإذا عجبها ممكن يعطيها سيارة ممكن يعطيها رنج روفر ممكن يعطيها مرسيدس نعم في ناس عندنا من اللي تفيع عليهم الكلاب كباري أنت كبار والله جزمتي جزمتي أنا أحطها على راسك وأشرف منك قاتلكم والله كباري كفي عليك حسبي الله ونعم الوكيل كرماء مع العاهرات عندنا من بعض الناس اللي يسمونهم كبارية كرماء مع العاهرات ولما تقول الله أعطي دولار حق بناء مسجد ولا مساعدة فقير ولا كذا ولا يبخل ويسكروا التلفون ويوجهك حتى يمكن حتى ما يرد عليك ولا ولا حتى يعطيك وجه لكن مع العاهرات خمسمائة ألف مئة ألف طبعاً فلوس البوق والسرقة والحرام والفلوس اللي أنت حصلتها بدون تعب ما نستغرب أنك كنت سبحان الله تكتها تحت أرجل العاهرات عشان كذا أنا دايماً إذا تذكرون كلامي دايماً أنا كنت أنصح البنات وأقول لكم يا بنات خافوا الله سبحانه وتعالى لأننا طالعين الآن أجيال جديدة أجيال جديدة تقول لك أنا خاطري أصير فاشنستة أوه هذي كل يوم راكم سيارة اختي يا فاضلة يا بنت يا مسلمة الفلوس اللي تأتي من عرق الفروج هذي تفيع عليها هذي ما من وراها خير ما تبيعين جسمك وشرفك عشان الفلوس ما أقول الله حسبي الله نعم الوكيل وهنا قوادين في بنات لما مثلاً تتصل في القواد اللي فلاني شيء صح فتحي لك حساب استعرضي جسمك وأنا تحتمرك أخواني الأفاضل خذوا الكلام من أخوكم خذوا الكلام من أخوكم غير طبعاً أنا حذرتكم قبل أن هناك شبكات بما يسمى الحركات الفسوية هذي كلها شبكات دعارة كلها شبكات دعارة أخواني الأفاضل وبتحدي أقول هذا الكلام وبطعين من ينكر كلامي غير هذه الحركات الفسوية اللي كلها شبكات دعارة اللي تشجع للأسف ومركزين بالذات على بنات الخليج على الهروب إلى الغرب الهروب خلوني أطلع والله ينفضحهم وحدة وحدة لأن هذول قاعدين يفسدون في بنات المسلمين أقول لكم فلانا اللي عايش في أمريكا وفلانا اللي في بريطانيا اللي كل يوم رايحت لي الجنب وتصور خلفيتها أقول لكم أنا أعطيكم أسامي هذول هذول ليش رايحين هذول قالوا لهم اشردوا وسووا حساب يعلمونهم العهر والفجور وإحنا بنروج لكم وإحنا كل يوم بنيب لكم رجل أعمال ووزير وأمير وبيب لكم مدرمين وبيب لكم فلان وفعلا فعلا والله يعني إخواني الأفاضل يحجزون لها درجة أولى يحجزون لها فندق فايف ستار سفن ستار ليلة تروح ترقص هذول تشوفونه ومنتو شم فكرينه ومنتو شم فكرينه ومنتو إخواني الأفاضل والله أرجوكم تنشرون هالحلقة أرجوكم بناتنا محتاجين يسمعون هالكلام بناتنا مخدعات بناتكم يا مسلمين عدادي عدادي تخيل بنت في عدادي تروح أقول الأم ووو وانا خطري أطرع فكنستة شافتها لابسة مركات لابسة يا بنتي يا مسلمة اللي تشوفينها الآن عمرش 15-16 المركات والسيارات اللي تشوفينها ما جات إلا من عرق الفروج بالعياذ بالله ما جات إلا من الدعارة ما جات إلا مع النوم بالزنة والدعارة مع الغرب كل ليلة في فندق وكل ليلة في مكان أنا أصدق واحدة تهاجر تهاجر بلاد الغرب في بريطانيا 37 باوند يعني تكرمون عن 150 ريال سعودي لو بحللها لكم كم المبلغ في الأسبوع يعطونها يعني في الشهر كله ما تجمع حتى 1000 ريال ما تجمع حتى 500 دولار تشتري لي قصر وتشتري لي وراكبت لي مرسيدس ورغمين احنا ما رفهم احنا ما رفهم احنا يعني لا 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 انت من الإعلانات من الدعارة آية أتمنى الرسالة تكونوا صالة وتعرفون الوسيلة والطريقة الحديثة للدعارة وسائل التواصل يتوا تشوفون الكل يوم طلعت لي واحدة تتصور خلفيتها وتصور صدرها وتسوي عمليات ليش قاعد تسوي هالأشياء من أجل ارضاء عيال الحرام اللي يرقدون معاها بالحرام هذه هي الدعارة الحقيقية والقوادة الحقيقية اتمنى الرسالة تكونوا صالة